بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة ثنوي شعبة رياضيات مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن ما زلنا معكم مع التصحيح موضوع البكالوريا 2022 حلين التمرين الأول كان في الفيديو السابق اليوم جبت لكم حل التمرين الثاني إذن أقول لكم طبعا هذا بدلنا بالموضوع الأول أقول لكم جميعا بالتوفيق للجميع والنجاح للجميع والامتياز للجميع إذن نبدأ على بركة الله في التمرين الثاني إن شاء الله هذا التصحيح رح يستفادوا منه يعني الأصدقاء والأقارب والناس جميعا اللي رح مجايين من السنة الثانية ثنوي شعبة رياضيات إذن أقول لكم بالتوفيق سلامه إذن نبدأ على بركة الله إذن التمرين الثاني يقول أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل إذن رح نقول صحيح أو خطأ كل سؤال السؤال الأول يقول ألف وبيطة عددين حقيقيين غير معدومين وفي آن متتاليتين عدديتين معرفتين بي من أجل كل آن عدد طبيعي عدنا يلي سيفر إذن يلي سيفر يساوي واحد وخمسة يلي آن زيد واحد تساوي يلي آن زيد ألفا وفي آن تساوي يلي آن زيد بيتا يقول سؤال أول المتتالية في آن هندسية إذا وفقط إذا كان ألفا يساوي نقص أربعة بيتا إذن هنا حذاري كلمة إذا وفقط إذا كان يعني الاستلزام رح يكون من الجهتين يعني مش معنتها هذا السؤال معنتها أن في آن هندسية يستنزم أو رح يكون عندي ألفا يساوي نقص أربعة بيتا ثم الاستلزام من اليسار إلى اليمين يعني ألفا يساوي نقص أربعة بيتا يمكن لي في آن هندسية نبدأ من الاتجاه الثاني يعني ألفا يساوي شوفوا معايا كتبت آلف إذا كان عندي ألفا يساوي نقص أربعة بيتا هذا يستلزم أن في آن متتالية يعني من للنتيجة أن في آن متتالية هندسية وش معنتها في آن متتالية هندسية يعني في آن تاعي تكتب على الشكل أو في آن زيد واحد تكتب على الشكل كو في في آن حيث كو عدد حقيقي إذن نبدأ على بركة الله إذن رح نبين أن في آن تاعي متتالية هندسية كيف ذلك باستعمال الشرط أن ألفا يساوي نقص أربعة بيتا شوفوا معايا إذن نكتب عبارة في آن زيد واحد قلنا أن في آن زيد واحد نجيل لهنا نعوض آن بآن زيد واحد رح تولي لي آن زيد واحد زيد بيتا ثم بعد ذلك وش عندي أيضا عندي آن زيد واحد ماذا تساوي رح ندير نقسم على خمسة نقسم على خمسة رح يساوي لواحد على خمسة يوآن زيد واحد على خمسة ألفة زيد بيتا ما ننساش أن لدينا ألفة يساوي ناقص أربعة بيتا رح نستعمل هذا الشرط إذن نعوض ألفة تاعي بنقص أربعة بيتا رح نلقا في آن زيد واحد تساوي إذن هنا هنا وش درت درت واحد على خمسة كعمل مشترك هل يبقى ألفة زيد خمسة بيتا ثم نعويض ألفة بالقيمة تاعي قال هي ناقص أربعة بيتا نلقا في آن زيد واحد تساوي واحد على خمسة اوآن تعالى نكتب ألفة نكتب ناقص أربعة بيتا زيد هنا خمسة بيتا وتساوي واحد على خمسة هنا أولا ناقص أربعة بيتا زيد خمسة بيتا هيا زيد بيتا إذن أخيرا وش dis Gay mesh بتساوي؟ كنت سفا tweak لأن يوان زيد بيطة هي عبارة فيان وبالتالي خرجت لي فيان زيد واحد تسوي واحد على خمسة فيان منه نقول أن يوان أو عفوا فيان متتالية هندسية أساسها كو لهو واحد على خمسة إذن هنا نقول الإجابة صحيحة ولكن حذري ما ننساش الاتجاه المعاكس وش معنى تها الاتجاه المعاكس راح نفرض أن فيان متتالية هندسية لازم نلقى الفاتعي يساوي نقص أربعة بيطة ركزوا معي هنا يا بار إذا كان هنا فيان متتالية هندسية لازم نلقى الفا يساوي نقص أربعة بيطة كيف ذلك؟ أولا مش معنتها فيان متتالية هندسية يعني ذلك أن فيان زيد واحد تكتب على شكل كو في فيان حيث كو عدد حقيقي ما ننساش ينتمي إلى ألو الآن مش راح ندير راح نكتب فيان زيد واحد عبارة تحى قلنا أنها ايوان زيد الفة على خمسة أو واحد على خمسة ايوان زيد على الفة على خمسة زيد بيطة بنتبه اعرضون في بعض هذا الحد يبقى لي اوان زيد خمسة الفة لماذا ؟ لانني كنا انشر واحد على خمسة يبقى لي ألف على خمسة زيد خمسة على بيطة كنا انشر واحد على خمسة في واحد خمسة بيطة يخرج لي بيطة إذا قسمت كل الحدود على 1 على 5 إذا تخرج للعبارة هي 1 على 5 UN زيد بيطا لأنني لماذا؟ منساش أن VN تاعي متتالي هندسية إذا تكتب على شكل Q في VN ثم بعد ذلك عندي مساواة إذا 1 على 5 UN زيد ألفا زيد 5 بيطا تسوي 1 على 5 UN زيد بيطا إذا 1 على 5 يروح مع 1 على 5 وإذا يبقى لي العدد ألفا زيد 5 بيطا يسوي بيطا إذا ألفا زيد 5 بيطا يعني ذلك أن بيت الفتاعي نريد ناقص 5 بيطا لطرف الأيمن وللي ناقص 5 بيطا زيد بيطا يسوي ناقص 4 بيطا هنا فقط نكتب لكم الخطوة التالية قبل أن نوصل هذه الخطوة نكتب لكم أن UN زائد ألفا زائد خمسة بيطا يساوي UN زائد بيطا هذا يستلزم تذهب إلى UN مع UN تبقى لي ألفا زائد خمسة بيطا تساوي بيطا وبالتالي نقول الإجابة الأولى إجابة صحيحة ننتقل على بركة الله قبل أن ننتقل نتمنى أنكم تنبهت لهذه الحيلة كتكون إذا وفقت إذا كان تختلف عن الاستلزام يعني من جهة واحدة كتكون إذا وفقت إذا كان تكون الاستلزام من جهته نجل للإجابة الثانية نشوف هل هي صحيحة أم خاطئة وش يقول يقول متتالية UN معرفة على UN بالعبارة التالية UN يساوي الجذر وسية UN لغارة 2 يقول أنها متتالية حسابية أساسها لغارة جذر 2 إذا هنا باش نشوف هل هذه الفرضية صحيحة وش ندير لازم نحسب R R تاعي ماذا يساوي؟ أولا عندي عبارة UN راح أبسطها أكثر هي لغارة جذر هنا N لغارة 2 هي لغارة 2 أسأل ولغارة جذر هنا أسية لغارة 2 أسأل ما هي إلا 2 أسأل لأنني طبقت ألقى الخواصة أسية لغارة A تساوي A ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نحسب الأساس اللي هو R نسميه R R ماذا يساوي؟ هو الفرق بين UN زيد 1 نقص UN سنشوف هل هذا الأساس يساوي لغارة جذر ثنين إذن UN زيد 1 نقص UN نعوذ عبارة UN زيد 1 هي لغارة فهنا نعوذ ثنين أسأل زيد 1 ناقص لغارة جذر ثنين أسأل ثم بعد ذلك نتابع الفرق UN زيد 1 نقص UN يساوي نحن أطبق خواصة لغارة يقول أن لغارة A A نقص لغارة B ماذا يساوي؟ يساوي لغارة A على B طبعا B هنا لازم يكون لا يساوي 0 و A و B عددين موجبه إذن هناك نطبق نقص هذا نعوذه بقانون بالخواصة لغارة نتقول لي UN زيد 1 نقص UN ماذا تساوي؟ تساوي لغارة جذر ثنين أسأل زيد 1 على جذر ثنين أسأل هنا نطبق مرة أخرى خواص الجذور لقلناها من منذ سنوات الرابعة متوسط تولي لي هذه لغارة جذر نقسم ثنين أسأل زيد واحد على ثنين أسأل وفكك ثنين أسأل زيد واحد هو عبارة عن ثنين أسأل في ثنين على ثنين أسأل أختزل ثنين أسأل على ثنين أسأل وهو يبقى لي لغارة جذر ثنين وهو المطلوب إيجاده نقول هنا أيضا الإجابة صحيحة نكتب لكم في البداية الإجابة صحيحة لأن هذا هو التعليل لأن التعليل عليه نص نقطة والإجابة الصحيحة عليه نص نقطة إذن نتابع السؤال الثالث يقول إيكس عدد صحيح إذا كان شوفوا معي عندي شرطين إذا كان إيكس تاعي يوافق ثلاثة بترديد سبعة وإيكس يوافق واحد بترديد عفوا هنا يا هنا ليس بترديد سبعة ولكن بترديد ثلاثة أعتذر هنا بترديد ثلاثة فإن هذا يستلزب هذا فإن فإن هذا الرمز يدل على إن فإن إيكس يوافق ثلاثة بترديد 21 نقول الإجابة خاطئة ولكنتم ما لازم تبدو التعليل باش شوفوا الإجابة هل هي صحيحة أم خاطئة ولكن أنا درت الحل وشوفت الإجابة خاطئة لماذا؟ نشرح لكم عندي إيكس يوافق ثلاثة بترديد سبعة وإيكس يوافق واحد بترديد ثلاثة إذن وش رح ندير هنا جملة الموافقة التاعي هنا رح نضرب في ثلاثة وهذه الجملة هذه الموافقة نضربها في سبعة نتحصل على ثلاثة إيكس يوافق ثلاثة في ثلاثة تسعة بترديد نضرب ثلاثة في الترديد ثلاثة في سبعة وملكة Granabe نفس الشيء هنا نضرب في سبعة نتحصل على سبعة إيكس يوافق سبعة بترديد 21 ثم أكتبت لكم نجمع طرف لطرف يعني الموافقة هذه الموافقة الأولى والموافقة الثالية نتحصل ثلاثة إيكس Celsius توافق 9 زائد 7 بترديد 21 يكافئ 3 زائد 3x زائد 7x 10x 10x يوافق 9 زائد 7 16x ثم هذه الموافقة نضربها في 2 في العدد 2 ماذا نتحصل؟ نتحصل على التالي شوفوا معي إذن هنا 10 في 2 تحصل على 20x و 16 في 2 تحصل على 32 بترديد 21 يكافئ إذن 20x هو هنا ممكن نضيف ناقص 21x زائد 20x ناقص x وهنا 31 نقسمها على 7 رح يبقى 32 تقسيم 21 رح يخرج لكم 1 والباقي 11 إذن نكتب ناقص x يوافق 11 بترديد 21 آخر عملية رح نضرب في الموافقة التاعي في ناقص 1 نتحصل على x يوافق ناقص 11 بترديد 21 وهذا يكافئ ما نخليش الباقي بالناقص لا يوجد باقي بالناقص وش رح نتير؟ رح أضيف زائد 21 زائد 21 ناقص 11 أحمد لي عشرة إذن x تاعي يوافق 10 بترديد 21 وبالتالي الإجابة التاعي خاطئة لأن الإجابة في السؤال هذي كتب لكم x يوافق 3 بترديد 21 السؤال الأخير إذن على الدول شوفوا معي مكتوب الدالة R معرفة على R بالعبارة التالية إذن بدلكم عبارة فلي x اللي هي لغة رد جذر x موربع زائد 1 ناقص x يقول أنها دالة فردية طبعا الإجابة رح نلقاوها صحيحة لماذا؟ أول شرط لكي نبرهن أن الدالة فردية لازم تكون مجموعة التعريف التحى هنا R هي مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة لصفر R هو متناظر بالنسبة لصفر وش معانتها؟ معانتها لكل x ينتمي إلى R ناقص x أيضا ينتمي إلى R ثم الشرط الثاني لازم نحسب f لنقص x لازم نلقاها ناقص f لx نحسب f لنقص x صورة نقص x بدل لف رح نلقاها نعوض أين أجد x بنقص x أحتوني للغة رد جذر نقص x لكل مربع زائد 1 ناقص في ناقص x ثم بعد ذلك نتابع إذن هذه نقص x لكل مربع هي x مربع إذن لغة رد جذر x مربع زائد 1 نقص في ناقص x تساوي زائد x من أول وهنا ممكن نقول أن الدلطاعي لا تساوي f لx ولكن حذري هنا لقد ران Twist خواص خواص اللغاش و ممكن تطبيق خواص الجذور و كيف شرح نلقاها؟ نقص في النقص بالدلطاعة جذر x مربع زائد 1 زائد 1 في المرافق تحك المرافق جذر x مربع زائد 1 زائد 1 هو جذر x مربع زائد 1 زائد 1 في جذر x مربع زائد 1 ناقص x ونقسم على نفس العدد يعني على جذر x مربع زيد واحد نقص x شوفوا معايا إذن الماء البسط رح يكون عندي فرق بين المربعين أو المتطابقة الشهر الرقم الثالثة إذن رح تكون هذه مربع دائماً أفلي نقص x تساوي اللغة رت إذن x مربع زيد واحد جذر x مربع زيد واحد لكل مربع رح يخرج لي x مربع زيد واحد ناقص x مربع x مربع يروح مع نقص x مربع يبقى لي هنا واحد ما ننساش نقسم على جذر x مربع زيد واحد نقص x ثم بعد ذلك عبارة f لنقص x تساوي اللغة رتم واحد على جذر x مربع زيد واحد نقص x نعلم أنه لغة رتم شوفوا معايا لغة رتم واحد على a تساوي ناقص لغة رتم a دائماً أطبق خواس اللغة رتم إذن نحن تساوي للناقص لغة رتم المقام لهو جذر x مربع زيد واحد نقص x وهذه الدالة لغة رتم جذر x مربع زيد واحد نقص x ما هي إلا عبارة f لx وبالتالي تحصلنا على أن صورة f لنقص x تساوي ناقص f لx ومنه الدالة التاعي فرضية وتكون الإجابة صحيحة أتينا إلى نهاية هذا التمرين أتمنى فقط أنكم وفقتوا في الإجابات الصحيحة بالتوفيق للجميع سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله في تمرين الثالث من هذا الموضوع الأول سلام الله عليكم أنتظر تعليقاتكم وأسئلاتكم وضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد إلى الملتقى إن شاء الله شكرا